ده جانب متعلق بمباراة الداخلية وشكل الدوري بالنسبة للأهل تعالوا بقى للجانب التاني الكلام اللي بيتقال على مباراة الأهل والزمالك يوم التلاتة اللي جاي هتتأجل ولا مش هتتأجل أنا عايز بس أفكر الناس بحاجة وإحنا راجعين بقى من أجازة فننشط الزاقرة شوية ونشتغل شوية ونقول للناس إيه اللي كان بيحصل قبل كده فاكرين مطش الأهل والزمالك اللي كان في الدور الأول أو نقول الزمالك والأهل لأنه كانت مباراة الزمالك وقتها المطش كان هيتلعب في شهر عشر شهر احداشر حاجة زي كده المباراة أجلت وتأجلها كان بسبب المشاركات الإفريقية يعني ما كانش تأجلها بناه على طلب حد لا كانت تأجلها بسبب المشاركات الإفريقية والبطولات اللي كان بيشارك فيها الأهل العديدة وهنتكلم عليها والنهاردة المسابقة عملت بيان بيها ولكن المباراة دي لما تأجلت اتلعبت إمتى؟ اتلعبت بعد كاس القوم الإفريقية في شهر ثلاثة في شهر أربعة في الفترة دي يعني الفرق ما بين مباراة الدور الأول اللي كانت تتلعب في شهر عشر احداشر أول اتلعبت وتأجلت لبعد انتقالات يناير إن التأجيل ده جيه في مصلحة الزمالك ليه؟ لأنه لو كنت لعبت المباراة في توقيتها أو ما كنتش لعبت المباراة في توقيتها لو كانت المباراة يتأجل معادها اسبوعين ثلاثة أول شهر بما أن الناس بتتكلم على ترتيب المؤجلات ترتيب المؤجلات يقول إيه؟ ماتش الأهل والزمالك كان بيتلعب فيه عام عشرين ثلاثة وعشرين ما يترحلش العشرين وعشرين وعشرين يتأجل لآخر ديسمبر يتأجل لقبل كاس الأمم يتأجل لأي أن كانت وظروف المجر يتأجل بسببها ولكن ما يتأجلش لبعد انتقالات يناير ليه؟ إيه الهدف انتقالات يناير؟ لأن فريق كان ساعتها عنده مشكلة في القيد وما كانش عنده لاعبين بنفس السكواد اللي كان عنده بعد انتقالات يناير اللاعبة اللي جابها بعد يناير غير السكواد اللي كان موجود قبل يناير إيه بالتالي التأجيل ده أفاد مين؟ أفاد الزمالك أضرب الأهلي؟ أضرب الأهلي جداً ليه بقى تعال أقولك ليه؟ الأهلي وزمك لما لعبوا الدوري الأول المؤجل قبل مباراة مازمبي كان ده في مصلحة الزمالك مش في مصلحة الأهلي ليه؟ لأن الأهلي وقتها كان بيفكر في مطش مازمبي وكان رايح على مباراة سيمي فاينال دور أبطال إفريقيا الزمالك مطش بثلاث نقاط ولسه دور تويل لكن جاي تحطيلي في مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة لمدة خمس شهور قبل مباراة شمازمبي ده كان في مصلحة الزمالك ومش في مصلحة الأهلي ومع ذلك الأهلي التزم بالجدول ولعب ولم يعترض حد فاكر اللي حصل ده محدش فاكر وقتها الزمالك كسب للأهلي كان عنده مباراة أهم كتير جدا من مطش الزمالك والحمد لله راح مازمبي وكانت رحلة صفر بقى ومطش صعب وأجواء وانتو عارفين أجواء مازمبي عاملة ازاي والحمد لله ربنا ووفنا وخدنا بطولة إفريقيا ورجعنا دلوقتي وبالنافس ومشيين في الدور بشكل كويس فتاجي المطش الدول الأول كان في مصلحة الزمالك بس هو ده محدش اعترض وقتها ما شفتناش الهيلمان اللي احنا شايفينه دلوقتي وقتها بس الأهلي ايه؟ لعب لم يعترض ومش لأول مرة كان بيتحط للأهلي مباراة في توقيتات غلط وهو بيسافر عنده مطشات في أفريقيا برضه قبل كده الأهلي كان عنده مطشات مع ساندونز كان بتتحط له مطشات في الدورة الموجلة في توقيتات غلط وما كانش بيعترض وكان بيلتزم عموما أنا بس قلت عامل فلاش باك على المطش اللي اتأجل ده وقتها كان الأهلي سهل جدا يقولك التوقيت ده مش في صالحي أولا الزمالك جاب لعيبة جديدة بيلعبني في ظروف عكس الظروف اللي كان عيلعبني فيها لو كان المطش تلعب فيه عشرين تلاتة وعشرين قبل انتقالات يناير ومع ذلك الناس سكتت ومحلتش تكلم عشان بس موضوع المظلومية لازم نسجل الحاجات دي ونفكر الناس بالحاجات دي طب دلوقتي ايه القصة اللي بتحصل دلوقتي؟ القصة اللي بتحصل دلوقتي احنا مش طرف فيها احنا لعبنا في الدوري تمنتاشر مباراة عندنا اتنين واربعين نقطة في عدد من المباراة المعلنة للأهل في الدوري الفترة اللي جاية والنهار ده ادارة المسابقات عملت بيان اعلامي واتكلمت فيها لعرض المباراة تعالوا كده نشوف المباراة المتبقية للأهل عنده مباراة مع الزمالك يوم خمسة وعشرين ستة يوم الثلاثة اللي جاي في استاد القاهرة دي مباراة في الدوري مش مؤجلة بعدها مباراة مع فرق يوم ثمانية وعشرين ستة ايضا في استاد القاهرة بعد كده في مباراة مع طلاق الجيش على الشاشة هو الجدول مباراة مع طلاق الجيش ومواحد سبعة دي مباراة معجلة من الاسبوع التلاتاشر هتتلاقي في استاد الكليل الحربية بعد كده هنلعب مع الداخلية يوم أربعة سبعة في استاد القاهرة بعد كده هنلعب مع طلاق الجيش يوم ثمانية سبعة في القاهرة زي ما قلت لحضراتكم ده مباراة في الدوري بعد كده مطش بيراميز يوم 12 سبعة ده مباراة مؤجلة مباراة مؤجلة ده تتلاقي على الساد القاهرة يوم 12 سبعة الساعة 7 وبعد كده مطش الأهل وفيتشر اتحدد خلاص رسمي مطش الأهل وفيتشر يوم 16 سبعة على الساد القاهرة ودي مباراة مؤجلة من الأسبوع السبعة يعني دلوقتي قدامنا حوالي سبع مباراة للأهل منهم ثلاث مباراة مؤجلة من الدور الأول مطش الجيش 1 سبعة مطش بيراميز 12 سبعة ماتش فيوتشر يوم 16 سبعة ثلاث مباراة مؤجلة من الدور الأول وفي أربع مباريات في الدور التين على النقيد على فكرة الزمانك برضو عنده مباراة مؤجلة الأهلي عنده ثلاث مباراة مؤجلة الزمانك عنده مبارتين مؤجلتين يعني حتى الزمانك عنده مباراة مؤجلة من الدور الأول عكس فرق في مقدمة الجدول مخلصة ماتشتها فيوتشر وإنبي والاتحاد وسيراميكا والمصري كل دول مخلصين مباراةهم ودي المباراة المتبقية هي من الدور الأول احنا لعبنا لغاية 21-6 الأهلي والدخلية وفي حوالي خمس مباراة متبقية الجيش والأهلي الجيش والزمالك الأهلي والبيراميدز الزمالك والبلدية وفيتشار والأهلي يعني الأهلي عنده 3 مباراة الزمالك عنده مباراةين إذا ماك عنده الجيش وعنده البلدية دي المباراة المتبقية من الدور الأول والنهاردة أعلنتها إدارة المسابقات طيب ده جانب الجانب التاني نروح لي فكرة هو الاهل السنة دي لما كان الدوري بتأجله مباراة كتيرة وعدد مباراة الاهل في الدوري 18 وعلى فكرة زمانك برضو وعدد مباراته في الدوري مش كتير يعني 20 الزمانك مش 24 زي بيرامدز وال25 زي فيوتشغ ده زمانك 20 طب الاهل لعب 18 مباراة هو الاهل كان أجازة طول السنة لا الاهل ما كانش أجازة النهاردة درت المسابقات عملت حاجة تاريخية ودرت المسابقات احنا هنا أكتر ناس كنا بننتقدهم وأكتر واحد كنت دايما بوجه سهم النقد ليه كان الأستاذ عامر حسين ولسه أوجه ليه سهم النقد في حتة مباراة الاهل وبرامدز على فكرة لأن برضو انت حاطت للأهل كم هذه المباراة قبل ما لعب بيرامدز في ختم اللعبة بقى يوم 12 سبعة في ختم اللعبة يوم 12 سبعة وأنا كنت أتمنى الترتيب ده يكون قبل كده بالنسبة للأهل لأن الترتيب ده مش في صالح الأهل ففكرة إن الزمانك مش عايز يلعب مطش الأهل احنا بالنسبة على فكرة الأمر بالنسبة عادي جدا بالعكس انت هتريحني أنا ما عنديش أي أزمة خالص شكرا إحنا مش عالق على بيان نادي الزمانك لأنه أمر لا يخصنا هو يخص الزمانك مع الربط ولكن برضو بنحدد ملامح عامة واحنا كنادي أهلي في وسط المنظومة دي احنا فين واللي بيحصل حوالينا بيظلمنا ولا ما بيظلمناش لا بيظلمنا ودتكم نتيجة مطش الدور الأول وأحداث مطش الدور الأول لما تأجل لبعد انتقالات يناير كان في صالح مين توقيت المباراة كان بيدر الأهل ولا ما بيدرش الآلي ودلوقتي المسابقات بتتكلم على أن الأهلي من خلال بيان رسمي لعب من يوم 15.09.23 لغاية يوم 12.07.24 51 مباراة 51 مباراة ديف عليها كمان مطش فيوتشر يوم 16 فيبقى 52 مباراة ديف عليها مطش الألمونيوم يوم 19.07 يبقى 53 مباراة هات لنادي في مصر لعب كم هذه المباراة من 15.09 ل19.07 بص عرض المباراة قديه قدامكم هو على الشاشة مباراة النادي الأهلي في الدوري وفي الكاس وفي كاس العالم وابطولة الدوري الإفريقي والسوبر الإفريقي ودوري أبطال الإفريقي الأهلي لعب على فكرة كم وبرات مفيش نادي في العالم لعب هذا الكام 25 مطش في الدوري لغاية 22.07 حنا ممكن نزود مطش فيوتشر جامعة بس نخليهم بـ 26 يبقى 26 مطش 4 كاس مصر وسوبر مصري منهم مطشين في الإمارات ومطشين في نهائي الكاس منهم مطش في السعودية يعني حتى المطش دي كانت فيها السفريات كانت فيها رحلتين للسعودية والإمارات أدي أربع مباراة كاس عالم أندية ودوري إفريقي سبع مباراة والدوري الإفريقي فيهم على فكرة سفر وكاس العالم كان فيهم سفر السوبر الإفريقي ودورة أبطال إفريقيا كان فيهم سفر أنا في السوبر الإفريقي لعبت في السعودية أنا روحت للسعودية سنة تلات مرات على فكرة دورة أبطال إفريقيا لعبت 14 مباراة منهم كم رحلة سفر أنا في مباراة مع فرق سفرت لها ما لعبتش مباراة مع فرق في مصر يعني ما فيش فرق ما عندهاش ما لعب فجات لعبت في مصر ده أنا سفرت كل السفريات رحت الكنغو ورحت تونس ورحت تنزانيا ورحت الجزائر لفيت أفريقيا 15 مباراة عن مستوى القر يطلعوا كان في النهاية 52 مباراة أنا ضفت ماتش فيوتش 52 مباراة كان نفسي يبقى فيه بيان من الربطة أو من إدارة المسابقات لعدد مباراة الزمالك وعدد مباراة بيرامدز كنت هتلاقي أقل من العدد ده من 10 إلى 15 مباراة شوف الكم ده كله ومع ذلك نسبة طالب بالمساواة والمظلومية وكلام أنا شايفه بصراحة يعني بأمانة حق يرد بي باطل لأن الترتيب اللي بيحصل في الجدول وتاجيل ماتش القمة بتاعة الدور الأول اللي بعد انتقالات يناير وإقامة المباراة قبل السفر إلا كونغو ديمقراطية لمواجهة مازنبي وترتيب المباراة الأهل قبل مواجهة بيرامدز المباراة اللي هتكون فاصلة في شكل المنافسة كل ده كان بيخدم الزمالك وبيخدم بيرامدز مش بيخدم الأهل ولكن لما نشوف الاجتماعات اللي هتتم النهاردة في مباراة جاهزين ما فيش مباراة شكرا جدا ثلاث نقاط وراحة واستعداد لاستكمال المشوار بيخدم بيخدم